أهلا وسهلا فيكم أحبائي متابعيني تعالوا اليوم نعمل كيكة البرازيلية لمسأسأسأسأسأسأة بطريقة كتير سهلة والله الكيكة كتير طيبة والطريقة مميزة نحن نعملها بمكونات بسيطة وبالخلاط ما بدا لا خفقة ولا تعب تطلع هيك طرية وجوسي كتير كتير طيبة بخلاط الكوكتيل أو بالميكسر أو حتى الميكسر اليدوي خمس حبات من البيض مع معلقة صغيرة من الفانيليا كوب من السكر العادي ثلاث كوب من سمنة أو زبدة أو زيت نباتي مثل ما أنتو بتحبو كوب من الحليب وبدي كوب ونصف من الطحين هنضيف عليه هون نصف كوب من جوز الهند معلقة كبيرة من البايكينج بودر نخلطهم بالخلاط لمدة خمس دقايق وبعدين بصينية فرن دهنت الصينية بشوية زيت أو زبدة أو سمنة حتى تلا ورقة زبدة وبتاخد بالفرن خمسة وثلاثين دقيقة تقريباً بس هيك تنشاف بطالعها وبتنضج وبخليها لحتى تبرد تماماً هلا بس تبرد منيح بقطعها هيك بشكل المربعات الكيكة لحالة طيبة بدون ما نعمل فيها شي بس تجربوها رح تشوفوا قدي هي طيبة قطعتها هيك بشكل مربعات شايفين قدي لزيزة وهلا بدي حضر الخلطة أو السوس اللي مننزل فيه الكيك عندي كوب من الحليب المكسف المحلى مع كوب حليب عادي أنا استعملت هون حليب مكسف محلى بنكهة الكراميل بخلطهم كلهم مع بعضهم منيح ليتجانسوا وبصحن جانبي حطيت شوي من جوز الهند هلا باخد قطع الكيك بنزله بهالخلطة وبعدين على جوز الهند من كل الجهات تشرب هيك هالسوس بحطها بورقة أصدير أو حتى ورق زبدة بلاستيك غزائي اللي بتكون ياه بدي حطها بالبراد عدة ساعات او ممكن حطها بالفريزر شي ساعة ساعتين بكمل قطع كلاياتها اول شي بالسوس وبعدين بجوز الهند بعدين بلفه بحطها بالفريزر ودوء وقطيب كاكة مسأسأة وبشوفكن بالفيديو الجاية